السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم قضية إيقاف عميد المحامين الأسبق عبد الرزيق الكليني ما زالت تلقي بذلالها على المستوى الوطني كذلك على المستوى الدولي ردود فعل مختلفة محاولات أو اقتحام مكتب العميد المحامين ورده على مخلوف وغيره من المحامين اللي اقتحموا المكتب متاعه وكلها سهمت في أنه الإيقافة ذاية تحول إلى قضية رأي عام باعتباره وأنه المحامين أو جزء من المحامين أعتبروا هي صدمة للمحامات التونسية وضربة للمحامات في المقتل حرفيا كما تم استعمال هذا الوصف من قبل عدد من المحامين اليوم ما نلقا برش أطراف سيندت العميد الأستاذ إبراهيم بودربيلا كما أتحد الشغل كما زاد الرابط التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي أدانت الاعتداء على عاميد المحامين ودعت وزارة الداخلية وتوفيق شرف الدين إلى التدخل وحمايته واعتبرت أنه فم تهديد يطال عاميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربيلا الرابط التونسية لحقوق الإنسان كما زاد الرابط الجزائرية دخلت على الخط والرابط الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا تدين الاعتداءات لتعرض لها العاميد بودربيلا وطالبة وزارة الداخلية التونسية أيضا بحماية العاميد هذا كان المكتب متاع الرابطة متاع الجزائر في تونس اللي تفاعل مع الأحداث وعلق في بيان لي واعتبر أن بودربيلا تعرض لإعتداء اللفظي تهجم مس من شخصه ومس من احترام وهيبة هيكل نقابي عتيد في تونس حسب ما جاء في بلايخ لرابطات حقوق الإنسان الجزائرية نتفكر أنه زادة فم عدد من القيادات كما مثلان الأستاذ سامير ديلو اللي أدين التهجم على مكتب العميد واقتحامه والشعارات اللي ترفعت من العميلة معني بالحق شعارات اللفظي بش نعود عكيد ركم تبعته ولكن ما تجيش علش مهما تكون التبريرات ومهما تكون الاختلافات ومهما تكون أنت تظن وأنه بودربيلا ما دفعش على الكلاني وإلا اللي هو ولكن ما يجيش علش لأنه توسام بل مو يبقى الرمز عندك الحق بش تعبر عندك الحق بش تنقد عندك الحق بش تحكي بش تصرح في وسائل الإعلم بكلم موزون ومسؤول وقلت لكم أنه مخلوف في أكثر من مرة تهجم على رئيس الجمهورية زادة ومس من صورة الرئيس كان عندك ريح ذري عشرة وإلى غير ذلك ومش نعمل وتقرير طبي للرئيس معناها لكل مقام مقال وكل شخص هو يمثل الصفة اللي هو فيها يعني احترامك لذلك الشخص راه هو احترام لذلك المنصب اللي هو يقوم به كان رئيس الجمهورية راه ذلك رمز الدولة تونسية والرئيسة ولا مؤسسة الرئيسة راه عندها دور كبير وكان زادة عميد المحامين مثلا راه ذلك زادة صيفته وعنده هيبته وهذا يراه يساهم في تشليك المحامات التونسية لأكثر والأقل كما شلكوا البرلمين قاعدين يشلكوا في المحامات التونسية من خلال هالانقسامات والسب في بعض ماذا تسب العميد معناه متاعك وانتي مصور معاه قبل والعميد بالانتخاب شد العميدة متاع المحامين شنو معناها شنو تحب تقول فقط لأنك اختلفت معاه ورأوا الاختلاف حق حاجة عادية على الأخر ومن حقك أنك تعبر على ركوة لكن في إطار الاحترام والتقدير وعدم التطاول واحترام الشخص أولا وثانيا المنصب متاعه وهذا لا شك فيه طبعا نرجع للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان اللي يعني تستنكر الشي اللي صار هذية وتأكد أنها تساند مصندة مطلقة للعميد بودربيلة أيضا تقول لك وأنه يعني لازم يتم اتخاذ عدة إجرائتنا القوزة دم بين الشخصيات رفيق عبد السلام اللي تفعل مع هذا الموضوع رفيق عبد السلام يقول الرئيس يطمئن الجميع بأن الحرية محمية في تونس وأنه لن يكون ديكتاتور فيها المرحلة المتقدمة من حياة السياسية المديدة عملها بين الظفرين ويقول وبموازيذ ذلك تجري المحاكمات العسكرية ضد الشخصيات السياسية والحقوقية والمدونين على قدم وسيق من دون أن تتوقف منذ الانقلاب كما يسميه هو رفيق عبد السلام تا 25 جويل قل بالتأكيد لن يكون آخر ضحاياها العميد الكيليني الذي اقتيد للاعتقال بمجرد تذكير أجهزة الدولة بعلوية الدستور والقوانين الضابطة أكبر دليل على أن الأوضاع تسير في الاتجاه الخطأ هو الضيق مناصري الانقلاب أنفسهم بما يجري حولهم يقول مثلا نلقاه طرق الكحلاوي ترشق من جنيبه من سياسة الرئيس وخطابه ويقول عنه أنه يعيش في فقاعته الخاصة وزمنه الخاص ويقول هذا اللي قعد يدفع ليه ويزين أعماله ويبرر أقويله لعدة أشهر متتالية في التليفز والإذاعات والمنابر الأعلامية فهذا معناه أنه أقارب الإنقلاب كما يسميه عبد السلام ما عاد يوفر الأمن والأمان حتى الأقرب المناصرين أمتاعه يعني قبل نقدي ومخاصمي ويقول قريبا نسمع شعار اقفز قبل ما تغرق في سفينة الرئيس المثقوبة على حد تعبيره نلقاو زيد المحامي سمير ديلو كان أعلن وإنه الملف فارغ يعني تم إيقاف الكيليني والملف فارغ ما فيهش حتى تهمه ما فيهش حتى شيء حسب تعبيره هو نلقاو عبدالتي في العلوي أيضا يقول أن لا يفهم الإنسان البسيط الفرق بين العمل الوطني والعمل الحقوقي من جهة والعمل السياسي أو الحزبي من جهة أخرى فهذا أمر عادي ومتوقع خطر المواطن العادي نجم معناه ما يطلعش شنية الفرق بين ياتهما ذوما الكل ولكن يقول محامي وبصيفته عميد للمحامين ما يعرفش شنية الفرق بين هذوما معناها فضيحة بقليقل ويقول باش نعطي توضيحات بسيطة به لرفع الأمية كما يقول في ظل الاحتلال الأجنبي أو الانقلاب الداخلي كل ما فعل مقاومة هو عمل وطني تحرري وليس عمل سياسي تنفسي بين الأحزاب يقول من الفارق طبعا أن الاحتلال الأجنبي يقاوم بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة في حين أن الانقلاب يقاوم مقاومة مدنية شعبية سلمية حتى عودة الشرعية كل عمل السياسي والحزبي يكون مدار الانتخابات وتقديم البرامج وتداول على السلطة والمشاركة فيها أو أنه يكون في المعارضة يقول لا معنى للحديث عن العمل السياسي إلا في ظل الاتفاق على قواعد اللعبة تحت سقف الشرعية الدستورية والمؤسستية أما خلاف هذا فهو مقاومة مشروعة للانقلاب على حد تعبيره ويقول أنه العامد الكلاني بعد 25 لم يكن يمارس السياسة كان يقاوم ويناضل ضد الاستبداد من أجل عودة الشرعية وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات للجميع ويقول أبلغوا هذه التدوينة إلى بودربيلا لعله يستحي هكا حرفيا نكتب عبدالتيف العلوي القيدي في اتلاف الكرامة ترجمة نانسي قنقر